السلام عليكم ورحمة الله مع شرح جديد على مدونة تعليم مجاني وفي هذا الشرح سوف نتعرف على التطبيق مميز جدا بإمكانكم استعماله على الويندوز 10 كذلك على الويندوز 11 فهذا التطبيق فهو يدعم النسختين معنا هذا التطبيق هو من تطوير مجموعة من الأشخاص اسمه Optimizer هذا هو المكان الرسمي للحصول عليه فيه مجموعة من الأشياء المميزة التي يمكنكم الحصول عليها مجموعة من الإصلاحات التي يمكن إضافة الويندوز مجموعة من تطبيقات التي يمكن تعطيلها تنقر هنا على تحميل فهذا سيحولك مباشرة إلى رابط تنزيل فتقوم بتنزيله وهذه النسخة يعني الثانية عشر ثم هنا ستبحث عن الملف الذي هو Optimizer.exe هذا هو فنقرأ واحد عليه الملف يعني البرنامج مجاني آمن كذلك لا يحتاج إلى تثبيت ومساحته جد جد صغيرة ستحمله في ثانية أو ثانيتين بعدها قبل أن نبدأ بالعمل بالبرنامج سنأتي إلى خانة البحث في الويندوز نكتب فيها Restored Point لكي ننشئ نقطة استعادة نظام دائما ضروري أن تكون عندك نقطة استعادة نظام حتى في حالة حدود أي مشكلة أو أي خطأ تعود إليها إذن هذه هي هي سنأتي إلى قرص النظام C الذي نريد أن ننشئ عليه نقطة استعادة نظام تأكد أنك تقف على قرص نظام C ثم تأتي هنا تنقر بطبع الحل هنا سأريكم كيف عندما نعود إليها تنقر على قرص نظام C ثم ننقر على Configure من هنا ثم نختار المساحة التي سنعطيها لنقطة استعادة نظام أعطيها مثلا 10% من ما هو موجود على النظام فهذا جيد أنا سأعطيها 10% أنت بإمكانك أن تعطيها أكثر أو أقل ثم Apply ثم OK ثم بعدها Create من هنا أو إنشاء ثم تسمي هذه نقطة استعادة نظام ففي حالة حدود أي مشكلة أو خطأ والنظام لم يعود يقلع أو أي مشكلة بإمكانك أن تستعيد النظام إلى نقطة كان يعمل فيها بشكل جيد ودون أي أخطاء أو أي مشاكل ثم Create وسيبدأ في إنشاء لهذه نقطة استعادة النظام وكل ما علينا فعله وثواني معدودة فقط العملية لا تطول كثيرا الآن تم إنشاءها بنجاح Close لاستردادها ستأتي System Restore عند إعادة شغيرة ستدخل إلى إعدادة الأقلع المتقدمة ثم تختار System Restore أو Advanced Option ثم System Restore ثم Next ثم تختار نقطة استعادة نظام وتعود إلى نقطة كان النظام يعمل فيها بشكل جيد ودون أي مشاكل أو أي أخطاء هذا هو ما أريد أن أن نويه له قبل أن نبدأ بالعمل بهذا البرنامج وأي نوع من البرامج مثل هذا البرامج البرنامج مميز جدا في أشياء كثيرة التي تمكنك من تخفيف النظام والسريعي ويدعم العربية ويدعم لغات أخرى كثيرة إذا كنت تفضل العربية بإمكانك اختيار العربية من الأسفل ثم تنقر هنا وسيتم فتح البرنامج في هذا الشكل لاحظوا هنا تفعيل إعدادة الأداء يعني تعطيل الشاشة الدكية تعطيل استعادة النظام تعطيل الإبلاغ عن الأخطاء يعني سيعطل مجموعة من المهام التي هي تبطئ النظام الويندوز 11 كذلك الويندوز 10 سأشرح كل هذا الشيء بتفصيل نوعا ما سيكون الفيديو طويل ولكن لضرورة أن نشرح كل شيء موجود في البرنامج أول شيء سأعيده إلى اللغة الإنجليزية بإمكانك أنت تستمر في العمل به باللغة العربية يعني هذا الأمر راجع لك يعني حسب اللغة التي تفضل العمل بها هنا هذه مميزة جدا ستساعدك في تسريع النظام كذلك بالنسبة للخيار الثاني أتركه لو علاقة بالنتورك لا تعطيل هنا الويندوز ديفاندر أنا لا أعمل به أنا أعمل ببرنامج حماية آخر إذا كنت أنت تثبت برنامج حماية ثاني سواء أفيرا أو أفاست أي منتج آخر قم بتعطيل الويندوز ديفاندر إذا لا كنت لا تعمل ببرنامج حماية آخر لا تعطيل هنا سمارت سكرين كذلك إذا أعطلها السيستيم ريستورت لا تعطيلها الإيرو ريبورتين لا تعطيلها تعطيك تقارير الأخطاء أي شيء وجدت فيه تليمتري قم بتعطيلها هذه الخاصية التعقبة وتتبع الخاصة بمايكروسوفت قم بتعطيلها لا فائدة منها كل ما تستهلك المعالج والرامات هنا سأعطل الأوفيس هذه الخدمة كذلك خاصة بمايكروسوفت الفيديو ستيديو الموزيلا جوجل كروم تليمتري أي شيء في تليمتري كما قلنا إذا كنت لا تستعمل طابعة أعطل هذا الخيار إذا كنت لا تستعمل الفاكس أعطل هذا الخيار الميديا بلاير شيريني خاصية مهمة ولكن هناك من لا يحبها أنا أحب أن أستعملها سأتركها ستيكي كي أو ستيكي نوت لا أستعملها كذلك هذه الخصائص سنتركها في مكانها بعدها ننتقل إلى الخيار التاني هنا استعادة الكلاسيك فايل إكسبرورر فايل إكسبرورر هو يعني المستكشف الملفات خاص بالويندوز إذا أردت استرجاع الشكل القديم هذا هو الفايل إكسبرورر هو ما يظهر هنا في الأعلى وفي الجوانب يسمى مستكشف الملفات أو الفايل إكسبرورر إذا أردت استرجاع الشكل الكلاسيكي والتقليدي قم بتفعيلها هنا تعطيل الإعلانات الموجودة في قائمة إبداء هنا إلغاء تتبيت الواندرايف هناك من لا يستعمل الواندرايف خاصية التي تظهر هنا في الإشعارات والتي هي عبارة عن تطبيق مراسلة هنا هذا الويندوز إي إنكي كذلك نعطلها كذلك سنعطل الإكس بوكس والتيب أم وبنسبة لما ليس الذي معني تيب أم كذلك هذه الخاصة بالأبدهيت إذا كنت لا تحدد عطلة أنا أحدد سأتركها جعل التاسك بار إلى اليسار الشاشة لاحظ سيصبح الآن بعد أن كان في الوسط قائمة إبداء ستتحول كذلك هنا الويندجت التي تظهر فيها التقس إلى غير سأعطلها هنا سأعطل الشات الطبيق الشات الخاص بمايكروسوفت الأوثماتيك أبديت سأتركها هنا جعل التعريفات لا تأتي مع تحديثات الويندوز لماذا؟ لأن التعريفات التي تأتي مع تحديثات الويندوز بعض هنا تنزل له تحديثات قديمة وتحدث لهم مشكلة وتضارب في كارت الشاشة وكارت الشبكة إلى آخر كذلك التليمتري أي مما وجدتها أعطلها الخاصية سنعطلها كذلك خاصية كلاود كليب بورد سنعطلها كورتان لا أحد أصبح يعمل بها سنعطلها كذلك السنسور سيرفيس سنعطلها الجيمين بار الألعاب الألعاب الإنسايدر سيرفيس سأتركه التسك بار جعله أيقوناته صغيرة إذا أردت جعلها صغيرة سأتركه أنا أفضل جعلها في الوضع كبير هناك هذه كذلك خاصة بالكليك يمين خاصة بالشكل القديم إذا أردت استرجاعها بالنسبة هنا هذه الإضافات أظن أنها مهمة جدا فلا داعي لأن تقوم بحتفها وتركها كاملة فهي إضافات مهمة ويحتاجها النظام بعد ذلك مباشرة سننتقل إلى ستارتاب أو قائمة الإقلاع هنا جميع الأشياء التي تقلع مع الويندوز إذا وجدت أي أشياء غير مهمة مثلا برنامج ووندر شير لا داعي لأن يقلع مع الويندوز فهو ليس ضروري حتى يقلع الويندوز يعني ستترك فقط برنامج الحماية وتترك ملفات الويندوز الأشياء التي فيها ويندوز سيستيم 32 إلى آخره فلا تقرب منها اختار الأشياء التي تعرفها أنها ليست من نظام الويندوز ثم قم بحدفها لن تحديف البرنامج بشكل نيائي فقط ستجعله لا يقلع مع النظام فيبطئه في الإقلاع هنا في هذا الخيار بإمكانك أن تختار مجموعة من التطبيقات تطبيقية عرض لك مجموعة من البرامج التي بإمكانك أن تحملها دفعة واحدة System Tool والأنترنت والخاصة بالكودين وكذلك الفيديو والصوت ستختار أي برنامج مثلا أنا اخترت هذا البرنامج البسيط ثم سأختاره تحمله تثبته ببساطة أحمله من الموقع الرسمي برنامج إذا كنت تريد برامج دفعة واحدة تحميلها ثم هنا Cleaner لتنظيف المتصفحات الملفات المؤقتة التقارير أخطاء التقارير هنا نضيف أسئلة المؤملات الكاش الكوكيز الجلسات الباسورد لا تختارها لأنه سيحذف جميع الباسوردات المحفوظة على المتصفح وأنت لا تريد عمل ذلك كما نقول الكاش والكوكيز والسيشن والهيستوري وهي أهم شيء يمكنك حدفوها الباسوردات لا تحذفها ثم سيعطيك المساحة الإجمالية التي سيقوم بحدفها ثم بعدها أنقر على Clean وانتظر قليلا إلى أن يتم تنظيف هذه الأشياء من المتصفحات الخاصة بك ويجب أن تكون المتصفحات مغلقة أثناء القيام بهذه العملية بالنسبة للبينجر لمن يعني يلعبون ألعاب أونلاين سيكون هذا الخيار مهم الهوست لا تقوموا بتعديل أي شيء فيه أتركوه كما هو الهوست يعني لا ينصح بالتعديل على الملفات الموجودة فيه كيفما كان الحال الريجستري هنا وإذا كان عندك مشاكل في الريجستري أخطاء في الريجستري تظهر أثناء العمل وفتح الريجستري ستفعل جميع الخيارات من الأعلى ثم تنقل على فكس فسيقوم بإصلاح جميع هذه الأخطاء التي تظهر يعني أثناء العمل بالريجستري هنا الهاردوير سيعطيك جميع المكونات للقطع الخاصة بالهاردوير خاصة بحاسوبك ومميزاته وإمكانياته بشكل مفصل بإمكانك عمل سيف لها من الأعلى كما يظهر معك سيف وحفظها كملف تيكست بعدها سنأتي إلى الخيار الأخير وهو الأوبشنز أو الإعدادات هنا اللغة والألوان والريسيت لإعادة الكونفيجريش الخاصة بالبرنامج إلى الوضع الافتراضي أو الوضع الأساسي سأشرحها بعد قليل هنا الألوان طبعا الحال بعد أن تنتهي كل ما عليك فعله حتى يتم تطبيق كل هذه التغييرات يعيد تشغيل النظام ثم نعود لكم يعني لكي نتم هذا الشرح إذن بعد أن أعدنا تشغيل النظام تقريبا كل التغييرات تم حفظها وستلاحظ أن الويندوز طبعا أصبح أسرع مندي قبل بالنسبة للأوبشنز هنا إذا أردت أن تعيد كل هذه الإعدادات إلى الوضع الافتراضي سنقل على ريسيت كونفيجريشن تم بيس فيعيد لك كل هذه الإعدادات إلى الوضع الافتراضي كما كان البرنامج أول مرة إذن تقريبا كان هذا أهم شيء وكل شيء موجود في هذا البرنامج أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيدا لكم سأترك لكم رابط تنزيل أسفل الفيديو في الوصف شكرا على متابعتكم لا تنسوا الاشتراك تفعل زر الجرس لتلقي جديد الإشعارات إلى اللقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله